يلا بينا نخش في الجد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكو في الحلقة اللي احنا هنبدأ بقى فعلا ندوس فيها في موضوع الالوان. اهم حاجة لازم نعرفها في موضوع الالوان ان احنا في خلال عملية التلوين كلها اي حاجة متعلقة بالالوان بنتحكم و بنغير في تلات حاجات. لون اللون. لون اللون ده اللي هو هنخلي الالوان اللي قدامنا او جزء من الالوان اللي قدامنا هي هي ولا هنغير فيها حاجة. ودي اسمها الحاجة التانية درجة تشبع اللون. درجة تقل اللون. هل تبقى الالوان فقعة وقوية? ولا الالوان هتبقى ضعيفة وقريبة شوية من الابيض وسود ودي بنسميها. اخر حاجة اللي هي درجة اضاءة اللون. او درجة اضاءة الالوان. احنا عارفين ان الصورة اللي احنا متكونة عندنا من ر و جي وبي هي اللي بتكون كل الالوان اللي عندنا في الصورة بتاعتنا. وده احنا قلناه في اول او تاني فيديو خالص لما اتكلمنا عن عدد الالوان اللي في الصورة. فالميكس بتاع الالوان التلاتة دول هو اللي بيديني الاضاءة. فلما بعالي الاضاءة انا بعالي الار والجي والبي ولما بقلل الاضاءة بقلل الار والجي والبي مع بعض. والتلات حاجات دول هما اللي احنا بنسميهم الهيو. تريبا كل حاجة في الفيلم متعلقة برقم تلاتة. قاعدة الاثلاث يعني رقم تلاتة حلو. هيجبك جدا ان شاء الله. المهم في الاخر لازم نعرف انه بيلفوا حوالين التلات حاجات دول والتحكم فيهم وده اللي بيخلي صورة من كده. لكده. والحمد لله الفيديوهات اللي انا بلونها اتحملت على الجوجل يعني كانت مساحتها كبيرة لكن الحمد لله خلاص نزلت فهي هتكون موجودة في وصف الفيديو لينك جوجل درايف تعمل على طول اللقاطات اللي انا بشتغل بيها لو انت عايز تطبق معي على نفس اللقاطات. ويلا بينا نبدأ وناخد أنا عامل هنا آآ تاب اسمها طارق حطت فيها الافكتات بتاعتي ممكن نعمل عليها فيديو خاص. ايه الحاجات اللي انا دايما ما بستغناش عنها وعملت لها تاب لوحدها. آآ مش وقته دلوقتي نتكلم عنها لكن هناخد منها وهحطه على الفيديو بتاعي. احنا عندنا في بريمير في ست حاجات بنتحكم من خلالها في الحاجات اللي احنا قلنا عليها اللي هي والساتوريشن والايه كان ايه? الهيو والساتوريشن والايتنز. عندنا اول حاجة والكرياتيف والكورفز والكولور ويلز ان ماتش وبعد كده والفينيات. اول حاجة خالص البيزيك كوريشن واضح من اسمها ان هي التعديلات الاساسية اللي احنا عايزين نعملها في الصورة بتاعتنا. مديني اول حاجة هنا الانبوت لط. كلمة لط أصلا معناها look up table. look up table يعني ايه? يعني هو زي جدول. والجدول ده هو بيقرى اللون في الصورة عندي ايه? وبعدين انا بديله ملف يقول له اللون الفلاني تقرى كزا. واللون الفلاني تقرى كزا. وهنا دي محطوطة على اساس ان انا اغير الاساس بتاعي سواء كان بلاك ماجيك رو سواء كان ريد رو سواء كان لوج مثلا بتاع سوني بتاع اي حاجة. ويحاولهولي لرك سيفن او اي لط انا عايز احطه. هنا بحط لط وفي مكان تاني برضو ممكن ادخل منه لكن هنا الاساسية تتحط على الفيديو كله من غير ما تحكم في درجة قوة ده او ضعفه. فانا عندي هنا دي ما انا بستعملهاش في الغالب. عندي بعد كده هو تعريف اللون الابيض. دلوقتي انا لما يكون عندي الاضاءة بتاعتي مزرقة او لونها محمر. الشمس في الظهر بتبقى لونها ميل للابيض اكتر. وقت الغروب او وقت الشروب بتبقى محمرها شوية. فدي الوان مختلفة للون الابيض. للون الطبيعي اللي انا بزبط كل البيئة اللي انا بصور فيها عليه. وبالتالي انا بحتاج ان انا ازبط بتاعي. الوايد بلانس بزبطه من جهتين مختلفتين. جهة الورم والكول. جهة الالوان هل هي الوان دافئة ولا الوان باردة? ميلة للبرتقاني ولا ميلة للازرق? دي اسمها درجة حرارة اللون. التنت بلعب في اللون ما بين ان هو ميل للبنفسيجي وميل للاخضر كل دي الوان عكس بعضها في عجلة الالوان. فانا عندي اداة ممكن اعمل بيها بشكل يكون وده ان انا بختار حاجة لونها ابيض في الصورة. وبقول له هو ده الابيض اللي انا عايزه. مسلا في الصورة اللي احنا جايبينها هنا عشان دي خلاص الالوان بتاعتها واضحة. ممكن اقول له انا بتاعي هتزبطه لي على لون الابيض ده. او لون الابيض ده. او اللون الابيض ده. اقول مسلا انتشيرت دي لونها ابيض دي تفاصيلها بين اكتر. هو ده الابيض بتاعي. هو كده تقريبا زود الصورة خلاها وورم اوي. مش دايما بتكون دقيقة ممكن تعتمد عليها احيانا وممكن تعتمد على عينك اكتر. ده كده كده وورم. وده كده ميل للاخضر. وده كده ميل للبنفسيجي. فمن الاتنين دول وتنت بتعرف تزبط بتاعك او تخليه ان انت تدوس على دي وبعدين تختار حتى لونها ابيض انت عارف انها لونها ابيض في الصورة فبيزبط لك الويت بالانس عليها. وبعدهم فيه درجة تشبع اللون. طبعا دي كلنا احنا عارفينها. طيب نيجي بعد كده في حاجة اسمها التحكم في الاضاءة هو يعني خلينا نتصور ان احنا في الاصل نتعامل مع كيرف وده تحكم تاني في الاضاءة من خلال الكيرفز هجيب الكيرف الابيض هنا. وانا عندي هنا الفواتح هنا المتوسطات وهنا الغوامق. والميت تونز والشادوز زي ما احنا قلنا مبدأ التلاتة. ده مبدأ مهم جدا. هنا ممكن اعلي او قللها. طبعا هنا لما قللت الهايلايت شوية الصورة بقت اوضح. لان كان في حاجات كتير ملسوعة منها. ده الميت تونز. ودي الشادوز انا عندي هنا الغوامق برضو كانت محتاجة تتفتح. طبعا عشان هي متصورة اه ريك سيفن او نين فم عنديش تحكم قوي في الاضاءة بتاعتها. نفس اللي بيحصل هنا في الكيرف ده هو هو اللي انا ممكن اعمله من خلال دول. الاكسبوجر بيعليلي كل الالوان بتاعتي. بيعليها او بينزلها. تعالوا نشوف هنا. هعلي هنا الاكسبوجر. فانا بتحكم في التلاتة مع بعض. التلاتة مع بعض بحركهم بعليهم او بنزلهم. وده العمل الوحيد اللي بيحرك لي الغوامق والمتوسطات والفواتح. طيب بعد كده عندي الكونترست بيمطلي الاضاءة بتاعت الصورة. الوان الصورة كلها بيمطهالي. وبيوزعها ما بين فوق وتحت زي ما احنا شايفين كده. ادي هوت لما انا قللت الكونترست خالص كماش للالوان اكتر. ولما عليته مطلي الالوان كلها. وبعدين هنا مديني تحكم بعد كده ادق شوية. الهايلايتس بس. الفواتح بس. زي ما احنا عندنا هنا في الكيرفز. انا ممكن اقوم متحكم هنا في الفواتح فقط. اعلي فواتح او غمى فواتح. هو هنا برضو نفس الكلام. طريقة تانية للتحكم. ان انا بعلي الفواتح بس. وبغمى الفواتح بس. هتلاقي ان هنا الكيرفات كلها سبتة. تعتبر سبتة. طبعا بيأثر في كله لكن اكتر تأثيره بيكون على الحتة العالية بس. تمام كده? انا كده عليت الفواتح. اللي هي بقى هتبقى معايا السماء والحاجات اللي السماء ضربة فيها او النور ضرب فيها جامد. وبعد كده عندي هنا الشادوز اللي هي الغوامقة. هو مقسمها لي كمان انه عامل لي هايلايتس وعمل لي شادوز. عندي بعد كده الوايتس والبلاكس. اغمى الغوامق وافتح الفواتح اللي هي الوايتس والبلاكس. كل ده في الاخر التحكم علشان انا بعرف انا بتحكم في اني حتة في الكيرف. لو مثلا قلنا ان ده بيتحكم لي في الغوامق فلما بيجي على البلاكس هو هيتحرك هنا. فاغمى الغوامق خالص يا فتحها يا غمق. فانا في الاخر عندي المجموعة دي بتاعت اللي بتحكم في اضاءة الصورة كلها زي ما قلنا. ولانا عايزة اوصل له من التحكمات بتاعت الاضاءة ان انا اخلي الكيرفات بتاعتي او اخلي الواني متوزع على الصورة كلها. يبقى انا بحاول اخلي بتاعتي قريبة خالص من الخط الاخير. يبقى انا هعلي الاكسبوجر شوية لغاية مقرب. ونزل الشادوز. عشان تقرب من خط النهاية. طبعا انا عندي في حاجات ممكن متكونش واضحة في الكيرف لكن في حاجات بالفعل خلاص سودة خالص زي النقطة دي مسلا والنقطة دي خلاص دي بقى حتة تضل فيها قوي جدا لكن ممكن متكونش باينة معي. فانا كده الاولى المتوزع عندي بشكل يعتبر كويس لكن طبعا فاضلا انا اعلي عشان الصورة تبقى واضحة بالنسبة لي. تاني حاجة عندنا هي الكرياتيف. الكرياتيف بيديني ان انا ادخل لط اهوت. اي لط انا عايزه. لكن الفرق بينه وبين الاولاني ان هنا بيديني الامكانية ان انا اخليه اتحكم في شدته. ازوده قوي او اناقصه قوي. قوة اللط نفسها. تمام? بعد كده بيديني الفيدة فيلم بيخلي الصورة بهتة. وبيلمي لي برضو الموجات بتاعتي كلها. بيديني للصورة لو انا عايزة ازود دقة. خصوصا بقى لو في ملامح مسلا انسان او كده. ادي هوات الصورة. ممكن اعلي بتاعتها. بقت الصورة احد. ممكن اخليها. يعني اقل العكس. تعتبر حيوية اللون بيزود لي برضو الوان. دي موجودة في الدافينشي زولف واسمها او الكالور بوستنج او الكالور بوست. وممكن اتحكم تاني في ازود او اقلل. خلينا في الصورة الاساسية بتاعتنا ونيجي بعد كده للتحكم اللي هو الشادو تينت والهايلايت تينت. بتحكم هنا في الالوان بتاعت الشادوز والالوان بتاعت الهايلايتس. لكن هنا بتحكم فيها من خلال ان انا عايزة ازوء الالوان في اتجاه معين. هنا الشادوز انا عايزة خليها مسلا مزرقة شوية. الظلال. هخليها ميلة للازرق. خليت الظلال ميلة للازرق. عايزة العكس. خليت الشادوز ميلة للاصفر او البرتواني. هنا الفواتح عايزها ميلة للازرق اكتر. فهنا بتحكم في ان انا بزوء الوان او في اتجاه معين. وبيديني تاني تينت بلانتس. انا مسلا زقيت الدنيا دي في الاتجاه ده. وبعدين عايز اتحكم فيها في اتجاه اخر. اهوت. دي برضو انا يعتبر ما باستخدمهاش خالص. نيجي بعد كده هي الرسوم البيانية خلينا بقى نعمل ريسات لده. الرسوم البيانية اللي انا بتحكم من خلالها في كول الصورة. احنا هنا بنتحكم في اضاءة الصورة كلها. اللي هو الميكس بتاع الار والجي والبي بيبقى الابيض. او بتحكم في كل واحد على حدة وهو بيأثر لي في الصورة كلها. طيب ده ليه بقول كده? لان في حاجات تانية. ده كده هوت بيأثر في الصورة كلها. لان بعد كده الكيرفات اللي بعده. تعال بقى نقفل ده. الكيرفات اللي بعده بتتحكم في اللون الاحمر اللي في الصورة. يبقى هي مش هتتحكم في كل هي هتروح لللون الاحمر اللي في الصورة وتتحكم لي فيه اما من خلال او تعالوا نشوف هنا بيقول لي يعني لون زي ما قلنا هو هو تركز اللون او تشبع اللون يبقى هنا انا بتحكم في تشبع الالوان انا عايز مثلا الاخضرات دي عايز اعلي تشبع بتاعها او اقل التشبع بتاعها ممكن اجيب دي واختار اللون اللخضر ازرق هو قريه ازرق اللخضر اهوت ورقة الشجر دي طبعا انا هو اختار لي وداني اختيار ضيق شوية انا ممكن اوسع الاختيار بتاعي بحيس ان انا بقى واخد كل الاخضرات معايا وبعدين اعلي تشبع الاخضرات زي ما احنا شايفين اللون الخضر او اقل التشبع الاخضر برضو في حاجات بوائي لان النجيلة مش كلها اخضر خام اهوت انا كده شلت الاخضر تماما من الصورة مفيش اخضر خالص فالصورة كده بقت مدية شكل مختلف وده برضو بيتعمل في اعلانات كتير لو انا عايز اركز على لون البراند بشيل كل الالوان من الصورة ممكن اشيلها بالطريقة دي فانا هنا بتحكم في تشبع لون معين انا عارف ان السامن لونها ازرق هو مختار اول الازرق واخره هنا ممكن بقى امسكوا من ناحية التانية واقوم منزل تشبع لون الازرق تماما انا كده شلت الازرقات من الصورة كلها فالصورة الازرقات بقت ابيض وسود درجات من الفاتح للغامق لكن ما بين الابيض والوسود فالسماء بقى لونها رماضي دلوقتي وبقيت الصورة عندي فيها الاخضر وفيها الاحمر عادي جدا طيب ده كده تحكم في تشبع الالوان التاني لون اللون انا عايز اغير اللون بتاع اللون يعني هخلي لون اللون مختلف عن اللون اللون هخلي لون تاني عايز اغير الوان الاخضرات هعمل قبل وبعد وبعدين لما اول ما حط الماوس هنا هيديني انا هروح فانهي اتجاه هطلع لفوق يعني هخلي الاخضرات رايحة في اتجاه الاصفر اهوت انا كده خليت كل الاخضر اللي عندي داخل في الاصفر حاولتها من انها دلقى صورة ربيعية لصورة خريفية كده كل الاخضر راحة عايز اغير الاخضر وخليه مركز اكتر واوضح خليني كمان ناخد شوية من البرتقانيات اهوت كده خليت الاخضر داخل في اتجاه الازرق شوية فالاخضر بقى اقوى طيب السماء لونها ازرق انا عايز اغير الازرق يبقى هاختار الازرقات كلها واخد السماء واخلي لونها اهوت السماء داخلها في الالوان اللي هي بنفسجي او او اخلي السماء نفسها ميلة لاخضر اهوت فانا كده بتحكم فيه لون اللون ممكن برضو اعمل سيليكشن بالاي دروبر تول واختار اللون اللي انا عايزه من هنا الجاكت جاب لي الجاكت انا عايز اخيل اللون الجاكت بس طبعا فيه الوان زيه فهو بيتحكم فيها كلها لكن هو بيمسك اللون اللي انا بختاره بس طيب عندي بعد كده اللومة اللي هي اللومنس او اللايتنس بتاع اللون يبقى هو كده بختار اللون واختار انا هفتح او اغمق اللون اللي انا اختارته عايز مثلا احاسس انه الاخضرات دي عايز اغمقها او افتحها كده فتحنا الاخضرات غمقنا الاخضارات دابل كليك عشان نيرجع تاني زي ما كان الازراءات انا عايز افتح لون السماء اوي طبعا الصورة هتضرب مني خصوصا برضو ان الصورة دي ايت بيت انها متصورة بالكاميرا فالاي سابن ثري ام عنديش قوي الامكانين انا نلعب في الالوان جامد عشان كده عملت لي المنظر ده ممكن لو كاميرا اقوى منها تان بيت او اتناشر بيت تطلع حاجة احسن فهنا بتحكم في الاضاءة بتاعة اللوم يجي بعد كده اللومة versus set في اللومة versus set انا بختار الفواتح والغوامق انا عندي اللومة يعني الاضاءة الحاجات اللي اضاءتها عالية او قليلة بتحكم فيه درجة تشبع اللون فيها انا عايز اقول له هتلي الحاجات الغوامق وعليلي الوانها هتلي الفواتح وعليلي الوانها او قليلي الوانها يعني مثلا عندي الحتة الغوامق انا ممكن الشمال الغوامق اليمين الفواتح انا ممكن اقوم عامل هنا نقطتين مثلا وبعدين اقول له انا عايز كل الغوامق تقلل لي الوانها تخليها ابيض ويسود فهو اختار الغوامق خليها لي ابيض ويسود مثلا تعال ننزل هنا كمان وفضلة السماء هي اللي واخد لونها هو الفواتح بس لان السماء هنا في الفواتح طب هنزل دي كمان السماء راحت طيب عايز اعلي الوان الغوامق بس اهو كده عليت الوان الغوامق بس بس فضلة الفواتح ما فيهاش لون دي معانا عشان دي تعتبر في اخر الصورة وهنا ممكن العادة ستكون عاملة شوية فينيات فينيات يعني بغماءة حواف بتاعت الصورة فعشان كده اتأثرت معي لكن اهوت انا كده معلي الوان الغوامق والمتوسطات والفواتح لا طب نعلي الفواتح اهوت الدنيا كلها بقت ملوانة جامعة اللي بعده تشبع اللون من حيث الاماكن اللي الوانها مشبع او مش مشبعك انا ممكن لقي حاجات الوانها مش مشبعة او في الصورة فدي هلاقيها على الشمال والحاجات اللي الوانها متشبع عوي هلاقيها ليمين فانا عايز الصورة تكون متزنة مثلا عندي نفترض ان عندي وردة حامرة في الصورة والوردة تشبوعها عالي اوي وفي نفس الوقت بقيت الصورة تشبوعها قليلة اعمل ده ازاي هروح للحاجات اللي هي تشبعها عالي تعالوا ن اسم الصورة نصين. هو كده مش قاري اصلا في حاجات بتاعها عالي. تعالوا نشوف النص التاني من الصورة. اهوقت هو شايف ان الصورة كلها تعتبر ما فيهاش تشبع كبير. فكده علينا الحاجات اللي تشبعها قليل. كده قللنا الحاجات اللي هي تشبعها قليل. دول كده اللي احنا بنمر بيهم. عندي تلات حاجات اللي هما تمام? بتحكم في الوان كل حاجة فيهم. وبعدين عندي اتنين كمان. التشبع الفواتح والغوامق. وتشبع الحاجات المشبعة والحاجات اللي مش مشبعة. كده خلصنا بتاعة الكيرفز. طيب نيجي بعد كده والماتش. والماتش هيديني تحكم في الفواتح والغوامق سواء في اضايتهم. او في اتجاه الوانهم. انا عايز اخلي الفواتح رايحة ناحية الاحمر مثلا او اي لون. فبتحكم في كل واحدة فيهم من خلال التلات دوائر دول. اضاءة الميت تونز بغمقها او بفتحها. ودي احنا عرفنا ان احنا ممكن نتحكم فيها من خلال الكيرفز وعرف ان احنا نتحكم فيها من خلال اللي موجود هنا. فده تحكم اضافي فيهم. بعدهم في الاتش اس ال ساكندري. الاتش اس ال ساكندري تحكم في الهيو واللايتنس والساتيوريشن لكن بشكل ثانوي بشكل معقد ومدقق اكتر. كل ده علشان يعني محدش لي حجة ان هو ما يلونش كويس بعد كده. احنا شفنا في الكيرفز اللي فاتت او في الحاجات اللي فاتت ان احنا ممكن نتحكم في لون معين. هو هنا بيتحكم لك في مساحة معينة بناء على اللون. تعالوا نشوف بيعمل ايه. بيجي هنا يقول لي اختار الالوان اللي انت عايز تتحكم فيها. فهختار مثلا الالوان الخضرة. طيب اعمل هو ما اختارش قوي لان انا بعد كده محتاج اعمل وزود الالوان اللي انا عايز ازودها. ده بيشغالي الماسك او لأ. وبعد كده بعرف اتحكم في المساحة اللي انا اخترتها. عايز اعمل اي حاجة من خلال دول. عايز ازوء الالوان الاخضر اقوي الاخضر بتاعها اوي. تعالوا بقى نشيري الماسك ده. كده قوينا الاخضر اوي. ادي قبل. ادي بعد. ادي قبل. ادي بعد. تعالوا ناخد صورة تانية. انا هنا عايز اتحكم في لون البشرة بس. هحط التعديلات الاساسية بتاعتي. ادي اللومتري كولر. واي صورة متصورة لوج اي فيديو متصور لوج. مش محتاج تعمل فيه شغل كتير. هتعلي الساتيوريشن. هتزبط الاضاء بتاعتك. انا بحب دايما استخدم اللومتري سكوبس بحب استخدم البريد. هعلي اكسبوجر. شوية كونترست. انزل شادوز. انزل بلاكس. انا عندي هنا البلوز عالية جدا في الصورة. ممكن ازبطها على طول بالكيرفز. اهوت. كده الصورة خلاص بالنسبة لي بقت متوازنة. عايز بعد كده اتحكم في البشرة. بعمل هنا اختيار. خلينا بالغلال ربية احسن. وبعدين بوسع شوية الاختيار بتاعي. خليني يبقى شايف ان اختار ايه? فهم واختار بقى الوان الجلد. ممكن ازود برضو. ما ادوس عليها تاني. واختار الايد. انا كده بتاقي دي اخترت الوان الجلد كلها. يعني الغوامق بتاعة البشرة شوية اهيت. طيب انا كده خلاص بقيت عارف ان انا مختار بس الوان البشرة. وبالتالي اعرف اتحكم فيها لوحدها. دي بقى ممكن اتحكم فيها زي من عايز. ممكن ازقها ناحية لون معين. ممكن اعلي اضايتها. شوف اللوش نور زي الله مبارك. او اقلل اضايتها خالص. تمام? اعلي بتاعته. اقل بتاعته. خلتني خلاص ممكن اخلي نفسي هلق بقى. هوت. كده بقيت هلق. كده مسلا يعتبر مش وحش. قوية لون البشرة زيادة كمان. وقادي قبل وقادي بعد. لون البشرة كان كده. خليته كده. يبقى انا من خلال باختار جزء معين. زي ما قلنا ممكن اتحكم فيه من خلال ممكن اتحكم فيه من خلال ان انا اهوت عايز اغير اللون نفسه. عايز اغير تركز اللون الحتة المركزة في اللون والحتة اللي مش مركزة فيه. انا كده وسعت الاختيار خالص او عايز اختار الفواتح والغوامق بتاعت اللون. يبقى ممكن اتحكم فيه من خلال وممكن من خلال بايدي انا يعني بشكل يدوي واختار الحاجات اللي انا عايز اتحكم فيها في اللون. وبعد كده قاعد قلعب في الاولان زي ما انا عايز. اخر حاجة خالص عندنا بتاعة الفينيات. الفينيات ببساطة جدا بيعمل تغميق او تفتيح لجوانب الصورة كلها. حواف الصورة. انا هعمل فينيات على الغامق اهوت. والحركة دي واخدنها من الرسامين الادام ليوناردو دافينشي والناس الرسامين العظماء بتوعزمان كانوا بيحبوا يخلوا حواف الصورة فيها غوامق شوية عشان العين تروح ناحية الحتة المنورة اكتر اللي هي وسط الصورة. فمن هنا جات فكرة الفينياتنج. واحنا ممكن نعمل الفينيات بالعكس. انا كنت عاملها ناقص خمسة. ممكن عاملها آآ بلاس خمسة وخليت الحواف بتاعتها لونها آآ ابيض. ودي في ناس بتحب تستخدمها في الصور بتاعة الافراح والحاجات اللي هي فيها زكريات او كده بيحبوا يعملوا فينياتنج باللون الابيض. وانت عندك بحكية هتحكم في الفينياتنج. انت ممكن تلعب بقى زي ما انت عايز بالفينيات. آآ بتاعته عايزه بشكل مستطيل ولا شكل دائري. بتاعه عايزه حد ولا عايزه فيه نعومة. وهكذا. يبقى احنا كده مرينا على الستة حاجات اللي موجودة في لومتري كولور اللي احنا بنتحكم من خلالها في اللون. في الفيديو جاي ان شاء الله هنعدي على الخمس لقطات اللي معانا نشتغل عليهم تلوين بشكل مفصل اكتر. مش هنعمل كولور جريدينج لسه احنا هنعمل كولور كوريكشن بس بشكل ادفانست. هنحلل الصورة كويس جدا ونعرف ايه في الصورة محتاج ايه عشان الصورة تطلع باحسن شكل لها. لغاية الفيديو بتاع النهاردة انت ممكن تعمل تصحيح الوان بشكل كويس جدا وطلع الوانك حلو. لكن الفيديو بتاع المرة الجاية هناخد فيه حاجات تفصيلية اكتر تخلي مستواك في تصحيح الالوان احسن من المستوى العادي. وفي النهاية بقى لاش تشترك في القناة. انا عارف ان اغلب المشاهدين بيقوموا معدين كده لقوا الفيديو وتفرجوا عليه. بس ما تشتركش. يعني القناة اصلا ما فياش حاجة تنفعك عشان تشترك فيها. القناة مالهاش لازم اصلا. يعني ما تستسلمش للحاجة اللي بتزن. طب لا. ما انا هو. لا ما تشتركش. بجد ما تشتركش. شكلك لسه مشتركتش. طب ما تشتركش بقى. انا بقى بجد بجد ما تشتركش. مش عايزك تشترك. خلاص كده? لا اما مش عقفية غلامة هتقفل. طب مش قافل اهو. انا اعيد لك اهو. يلا.